أو بشكل أدق كمثلها الآن يعني الحمد للعرض أنا ليش جالس أسوي هذا الأشياء الله يهديك يا بندر بعض الأمور مجرد عرضها كاف في التعليق عليها مهم جداً عندنا جدار كان من الجليد عالي جداً اليوم يذوب أصولك أيها الموحد تذوب سور عقيدتك دعنا القادمة مؤلم اشرحوا لي يحرفون فرمجتين كنوا أباضيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلنا اليوم كمثل هذه أو بشكل أدق كمثلها الآن كسرت الفروع وتجاوزنا طبقات الحماية والأصول هي التي غدت مكشوفتنا اليوم هي التي تحت الحديد والنار المفتاح الذي لا تفتح الجنة إلا به يريدون سرقته منك اليوم لب الدين هذا سيحترق سريعاً عند الكثير أو إن شئت قل ستذوب فحالنا إلى الذوبان البطيء أقرب إلا من رحم ربك لكن يبدو فعلاً أن هذا العصر عصر ذوبان الأصول هو زمن السيولة بامتياز كما سماها البعض أصول الدين تسيل تذوب تحيد توضع في المناطق الرمادية الباهتة لا لون ولا رائحة إلا أن يشاء الله فلك الله يا أخي التوحيد لك الله فإنها تغلي والكل يذوب هم من حولك يغزلون غزلاً ولا يبقى ثابتاً إلا الصلب لا يبقى صامداً إلا من حصل وتعلم فبالله عليك بالله عليك أما زلت هنا؟ حقاً أما زلت هنا؟ إخوة التوحيد من منكم أكمل شرحاً على كتاب التوحيد؟ من منكم مر على نقض الدارمي؟ أو أجزاء منها؟ أو على الشريعة للآجري؟ طيب على الأقل الواسطية؟ أو أصول السنة لأحمد؟ من أنها منكم شرحاً على هذه الكتب العظيمة؟ مسموعاً أو مقرؤاً؟ أرجوك أخي ابدأ ابدأ فالكل يذوب أدرك نفسك يبدو أن القادم كثير ويبدو أن القادم مؤلم فأدرك نفسك فأبدأ وتعلم وعلم لم تعود الكلمات تصرفني تعبيراً عن واقع العقيدة الذي نعيشه ما عدت أملك كلاماً يشفي غليلي أو بالكاد أفعل ذلك أحاول وسأنثر اليوم بين أيديكم مقاطع أحاول أن أعلق عليها لكن هي تعكس شيئاً من هذا الواقع الذي يعيشه الشباب وغاية من ذلك أن أشعل همتك للتعلم وإلى الله المشتكى إلى الله المشتكى بسم الله نبدأ طيب أنا مجهز تقول كذلك؟ دعني أجيب حكاً هذا اللي باش نرى تفات نايس والله الشباب اليوم معانا الميكب تتفا الله يهديك فعلاً اللي بعده يعني كيف أن تشبح مليونين حاطينه وعملين لبوز جهرين عشان 365 أولا خلقناه أول إش عشان عبادي ثاني إش عشان نعمل أسمعتم قوله أن الله خلقنا أول شيء لأجل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هذا المعنى من يقوله اليوم لمتابعيه خاصة أصحاب محتوى الترفيه ولذلك هذا المقطع أنا طربت له هذه مدرسة إسلامية مدرها مسيحية هي ديانة الدولة هنا لكن هي نموذج لأفضل صورة ممكنة تعايش الأديانة في بلد واحد ومكان واحد والله يغزلون غزلا ألم أقول لكم هذا عصر السيولة بامتياز حقا هذا زمن الزوبان ولاحظ أن هذا المقطع نشرته القناة المنتجة له تحت هاشتاغ البيت الإبراهيمي فهو غزل واحد إذن هدف واحد وضخ واحد سيستمر لسنين والله أعلم إلا أن يشاء الله فأعدوا أنفسكم إخوة التوحيد هم يقصدون المزج هذه المشاريع وهذه الرسائل هم يريدون بها مساواة الحق بالباطل في نظرتك وفي تصرفاتك وتعاملك بل حتى في المصير والمآل باختصار لا فضل لمسلم على كافر باختصار لا مزية لتوحيد الله على الشرك بالله هم يريدونها هكذا أبدا احترم افتراءات الجميع على الله عظم بدع الجميع فالكل ناجن والكل معذور والكل طالب للحق ومنصف والكل معه تبريره كلها طرق إلى الله صحيحة والغلط كل الغلط أن تظن نفسك يا أيها المسلم الموحد أن تظن نفسك على حق وأنك موعود بالجنة وأن غيرك على باطل وأنه مستحق ومتوعد بالنار أبدا لا يحفظون الناس لكم دينكم وليدين يحرفون معناها ولا يخبرونهم بأن بداية الخطاب قل يا أيها الكافرون فهو زمن الذوبان زمن السيول ثبتني الله وإياكم على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص آمين آمين ما دخل رأسي رأسي أكبر من كده لا لا دقيقة أوكي نايس لاتس جو وهذه فين هنا عشان من كده إيش رأكم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحمد اللي عن كل حالة أنا ليش جالس وسوي هذه الأشياء أوكي خلصنا أوكي 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 يا شباب علموا الناس ذكروا الناس يبدو أن الناس تنسى قولوا لهم أن نبي الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهذا الحديث مرعب هذا يعني أن اليوم يعيش بيننا أقوام يمشون بيننا يأكلون ويشربون تعرفونهم وأعرفهم هم أصابتهم لعنة نبي هو أحب الأنبياء إلى الله أليس شيئا مرعبا أعاذك الله أن تكون من هؤلاء يا أخي أحذر تب واستغفر دين الله لا يلعب به دين الله لا يمرح به دين الله لا يستخف بأحكامه هكذا الله يهديكم كأنه أمام نبي أو صحابي على ماذا أعلق أتدركون ما الذي يحدث هنا فتى من ذرار المسلمين ربي طويلا وتكرر على مسامعه المرة تلو المرة أن هذا هذه اللعبة شيء عظيم ربي أن هذا هو الحلم وهذه هي الغاية وأن المهر في هذه اللعبة عظماء جدة هم القدوات هم نوع فريد من البشر حتى بلغ به الحال كما ترون ترتجف فرائسه وتختنق كلماته ويضيق نفسه كأنه ماثل أمام صحابي أو نبي كريم الله أكبر الله أكبر على ماذا أعلق يا هي نفس الحيلة يعيش نشأ المسلمين على تعظيم أمر ما وعلى تهوين أمر الاعتقاد والدين ويتكرر هذا شيئا فشيئا حتى تمحى عقيدة الولاء والبراء على الدين ويحل محلها ولاء وبراء آخر سواء على كرة القدم أو سواء على فنون الإخراج والسينما وعوالم الألعاب الإلكترونية وسائر الصور هكذا هي نفس الحيلة ويبدو أن الصورة المهيمة على الأصنام اليوم هي صور الترفيه يوالى عليها ويعادى عليها نفس الحيلة والنتيجة واحدة مزيدا من السيولة والذوبان فأي هوان نحن فيه وأي هوان سنصل إليه الحمد لله والشكر والله بيت بناه الله أعوذ بالله الحلف بالكعبة والبيت الذي بناه الله ونحو هذا لا يجوز هذا يخالف التوحيد هذا يخدش التوحيد احلف بالله أو اسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والله المستعان شعبية اليوغا بدأت تزداد في إقليم كردستان مؤخرا تستعد مجموعة من النصريات برياضة اليوغا وتدريبات التأمل على مواجهة توتر الحياة اليومية وضغوطها تقبض كل امرأة بيديها على حفنة من أوراق شجرة باسقة بعد الوقت لاكتساب طاقة إيجابية من الطبيعة الهدف من الفعالية بحسب المنظمين هو الترويج لثقافة اليوغا في قطاع غزة خاصة وأن سكانه يعانون من حروبا مستمرة ومشاكل اقتصادية والسياسية أثرت بشكل سلبي على الحالة النفسية لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة تريد تعليمها لصغار السن لهذه الدرجة كما يقال لك يا جماعة أنتم تبالغون ليس ثمة ذوبان وليس ثمة انهيار يحصل من حولنا أنتم ترون هذا لأنكم غلام متشددون سبحانك ما أحلمك المشكلة الكبيرة أن هذه اليوغا هي حركات رسمها ووضعها الهندوس كعبادة لآلهتهم يتحدون فيها مع تلك الآلهة أو تلك الكينات والطاقات العليا كما يفترون ويزعمون لكن نحن نحن مسلمون نحن غارقون بنعمة اسمها أننا نشأنا مسلمين ففعلنا لهذه الحركات محاكاتك لذلك الاتحاد الذي يسمى بينقوسين يوغا هذا حتى لو كنت من جرائه يصح بدنك ويزيد مالك هذا لو كان كذلك حقا فأنه في أقل تقدير تشبه بعبادة الكفار هذا متى؟ هذا إن كنت خاليا من اعتقاد الكفريات الهندوسية طبعا إن كان مصاحبا لاعتقاد فهذا كفر بالله جل وعلا لكن أقول لك إن لم تعتقد ما يعتقده الهندوس فهو حتما من التشبه المحرم فهي عبادة عندهم أنت تحاكي عبادة عند دين آخر كفري هذا إن لم يكن من التشبه المحرم فلا يوجد إذن في الدنيا تشبه محرم قل لي ما التشبه المنهي عنه إذن؟ قل لي ناهيك أن التشبه في الظاهر يؤدي لا محالة إلى الحب والولاء والتشبه في الباطن والاعتقاد وستريك الأيام مصداق هذه المحبة وإن لله وإن إليه راجعون I have nine children. I'd rather them to sweep the streets of New York City and die as a Muslim than to become a doctor and then die as a disability. I swear by Allah. You want to make me happy as a father? Be a Muslim. Just be a Muslim. Wake up every day. Thank Allah for giving you life, every breath that you have. Thank Allah for that. So be a thankful servant that whatever Allah gives you. But wallahi, I swear by Allah, if I had nothing, had no money and homeless in a homeless shelter or living in a street or living in a park, I have everything because I'm Muslim. And if I can die a Muslim, then I'm a happy man. And even though I may have nothing in this life, it doesn't matter. It doesn't matter as long as I have Islam. And if I have everything in this world and have no Islam, I have nothing. Allah is a great. You have to think like that. If you don't, you're foolish. How do you think the Muslim is Islam? How do you think the Muslim is Islam? وإني لأعجب كيف يدرك هذا المعنى أعجمي. وترى عرب يهيمون في أوحال الدنيا. بين أيديهم براهين هذا الإسلام. أمام أعينهم حقيقة هذه الدنيا. ثم الواحد منهم يلهث وراء هذه الدنيا. ولو كان ثمن ذلك كفر بالله. فسبحان الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اليوم هذا هو الأنمي رقم واحد في العالم هذا الذي أخذ عقول الكثير إذا كانت نسخ الكوميكبوك منه طبع منها أكثر من ثمانين مليون في اليابان وعشرة ملايين خارج اليابان فما بالك بالمرئي المنتشر فنحن أمام غزو ثقافي إذن والقصة لها تفاصيل كثيرة لكن خلاصتها فيما فهمته ألا طريقة لإنقاذ البشرية إلا بفنائها نعم يسمع هذه الفكرة من البطل الملايين من أطفال المسلمين وسائر الأعمار مع التعرض لفلسفات وجودية ومعضلات أخلاقية وهناك أمر قبيح قليل من نبه عليه وهوجود متكرر لشخصيات مكشوفة العورات المغلظة وهنا كما في المقطع يعرض كاتب القصة بشيء من دينه فيجعلك في سياق تستنكر فيه قطع يد السارق ويلمح أنها عقوبة غير حكيمة وعبثية وظالمة لهذا السارق ويربط ذلك بشخصيات بأسماء عربية شخصيات تلبس ثياب بلاد الإسلام فأي أثر ستتركه هذه المشاهد؟ كفانا سذاجة يا إخوة هناك ملايين من كافة الأعمار ينتظرون مشاهدة هذه الحلقات منهم المسلم ومنهم غير المسلم نعم بهذه المشاهد بهذه الفكرة التي عادة ما يطرحها الملاحدة اعتراضا على حد يد السارق هذه الشبهة اليوم تطرح أمام القاصي والداني أمام المتردد وأمام الذي يتذرع بأي شيء للصد عن الإسلام تعطى له هذه الشبهة على طبق من الترفيه وقنوات من بني جلدتنا تراجع هذا المسلسل وتنشره وتحس على مشاهدته ثم تسمع من يقول لك هذا مجرد كرتون والعقائد من حوله تذوب وهو يقول لك مجرد كرتون ومجرد أفلام وقصص خيالية كفانا سذاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له فهذه القضية لا تهاون فيها هذا بلاء منتشر اليوم فإخوة التوحيد حذروا الناس وعلموا الناس وتشربت بهذا الشيء من صغري أعرف أنه في أداء لهذا الشعار هو امتثال يميقف شارعي أنا أعتقد أن أداء لهذا الشعار يقربني إلى الله يزيدني تمسكاً واختداء بالإمام حسين فأنا سأمارس عملية تصفية روحية وشيء اعتقالي بين الاعتقادات والعلاقات الإنسانية ما في تنافي بين الأمرين أكثر شيء يعني يشعرني بالروحانية الكبيرة عندما أسمع وقتل إمام حسين عليه السبا لأنه مقتل إمام حسين كله دروس كله قيام وفي نفسه كله عاضي تربيقه سنبارحة في هذا المجلس كان عندنا ضيوف وفد من إخواننا أهل السنة من الضيار جاءوا وحضروا المجلس من أوله لآخره طبعاً أنا طلبت أن أراحبهم على المنبر قالوا لا قالوا نويد أن نرى الوضع تماهم مهم جداً عندنا جدار كان من الجليد عالي جداً اليوم يذوب ولا بد نحن أن نساهم في إذابة هذا الجدار جدار من الجليد يذوب نعم أصولك أيها الموحد تذوب سور عقيدتك يسوى به الأرض أهل الباطل يرون هذا أن الزمان زمن سيولة وأنت أخذ توحيد ما زلت في غفلة أتدرون ما قصت هذا المقطع الذي رأينا؟ هذه ليست قناة شيعية هذه ليست قناة رافضية تحتفي ببكائيات يوم عاشراء لا للأسف هذه قناة مشهورة بيننا هذه القناة هي التي فيها بودكاست فنجان الذي شارك فيه عدد من المنتسبين للعلم والدعوة حتى كان آخرها هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم أنا لم أكن أعلم أنا لما شاهدت أجزاء من هذا البودكاست بدأ اليوتيوب يقترح علي مقاطع من إنتاج هذه القناة فكان مما اقترحه مقطع السوء هذا يبث على مسامع المسلمين في البداية ظننت أن القناة عملت مقطعاً في التحذير وتنبيه الشباب من الشركيات والبدع التي يقع فيها هؤلاء قلت الحمد لله وإذ بي أتفاجأ أن المقطع عبارة عن ترويج وتميع مع القوم تظهرون طقوسهم وتشرحونها بصوت رخيم وفي ثوب مقنع وعاطفي يأخذ بالألباب ولاحظ أخي التوحيد المقطع لم يخرج سراً ولا على استحياء مثلاً لا بثوه وأخرجوه في يوم عاشراء وحصد مئات الألوف من المشاهدات فالله أكبر فلا حول ولا قوة إلا بالله ما الذي يحدث؟ ما قيمة هذه القناة إذا كانت تعلمني حسن العلاقات والأمور المالية وربما مواعظ هنا وهناك ما قيمتها إذا كانت تفعل هذا ثم تدلني على سفينة تقودني إلى جهنم تقودني إلى الشرك تقودني إلى البدع الغليظة ما قيمتكم؟ هداكم الله سفينة هؤلاء سفينة زور سفينة هؤلاء ترديك المهالك هذه سفينة قوم جهمية قوم رافضة قوم يسبون الصحابة قوم يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء يروج لهم؟ أهؤلاء يسمع لهم؟ أهؤلاء يميع الخلاف معهم؟ لا غير على الدين ولا حمي على السنة فإن لله وإن إليه رجعون هذا التميع مع الرافض الذي ظننا أننا تجاوزناه ها هو يعود من جديد بصورة عصرية تنسب نفسها إلى الوعي ألم أقل لكم نحن في زمن السيولة بامتياز؟ منذ متى هذه الميوعة؟ يا أيها القائمون على قناة ثمانية اتقوا الله أنا هنا لكم ناصح لا أعرف من أنتم ولا أقصد الهدم والعداء لكم لذات الهدم والعداء لكني لكم ناصح اتقوا الله ما ينبغي هذا اتقوا الله لعلي أقفها هنا وكما قلت لكم هي مقاطع متنوعة أحببت التعليق على بعض الجوانب منها وفقني الله وإياكم ووفق الله كل من أذكره لما يحبه ويرضاه وأنا هنا والله إنما أحاول أن أعلي الهمم أحاول أن أشيع الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بين الشباب لأن ذوبان الدين يقوم على اختفاء هذه الشعيرة ونحن في زمن كثر فيه من ذاب كثر فيه من يداهن من يجامل من يكون دينه وعقيدته أهون شيء عليه فاثبتوا إخوة التوحيد ثبتوا اصبروا على العلم اصبروا على الدعوة اصبروا على النصيحة وهذه الأيام المباركة فرصة لتبدأ مع صيامك وقيامك وتلاوتك لكتاب الله جل وعلا ابدأ بمراجعة توحيدك لربك فتحقيقك للتوحيد أعظم الطاعات هذا الأمر يحبه الله أن توحده حقا أن يخلو قلبك من جنس الشرك أي أن كان كبير أو صغير دقيق أو جليل ظاهر أو خفي أن تلقى الله بقلب سليم التوحيد هذا قضية القرآن الأولى فانتبه لهذا وأنت تتلوه التوحيد هو المقصد الأول لتكبيرك للصلاة ولركوعك ولسجودك ولسائر طاعاتك فانتبه لهذا وأنت تتهجد انتبه لألفاظك وانتبه لحركاتك ستجدها تدور على التوحيد يراد منك كعبد أن توحد ربك كل الأمر يدور عليه فيا حصرة على عبد غفل عن هذا ومضى شبابه ولم يرقى في درجات هذا التوحيد لم يتعرف على مقاماته ولم يعمل بها قط في حياته يا حصرة ردوا عليهم غزلهم هذا أنا أعلم أخي أن هذه الفتن والملهيات كقطع الليل المظلم أعلم لكن أثبت وأخلص واطلب العلم واستعن بالله هذا وحده سبيل النجاح والأمل في الله كبير ونحسن الظن بالله جل وعلا نحسن الظن به وإن كان الذوبان من حولنا يتقاطر كالمطر إلا أن من التوحيد أن تحسن الظن بربك أنت لما ترى مثلا هذا الشاب الذي أوقف محتواه في هذا الشهر الكريم حرصا على هذا الوقت الثمين هذا ألا يبشر بخير؟ أنا والله أغبطه لأن هذا حق هذا الوقت أثمن من أي شيء آخر دعوني أسمعكم شيئا من كلامه اسمعوا ونحيي هذه القطعة من الجسم الكاميرا مقلوبة شوي قاعد طلعنا قلبي على يسار لا ماني فضائي يا أخوة ونحيي هذه القطعة من الجسم ونتجنب المياه الجارفة من سوشيل ميديا مسلسلات أفلام ألعاب أخبار كل المؤثرات السمعية والبصرية اللي تعطل وتأخر رحلة الاستشفاء وشحن القلب في هذا الشهر المبارك كلها ثلاثين يوم أياما معدودات فرمشت عين راحت عليك أعظم الشهور في ناس في هذا الشهر تقفل السوشيل ميديا كليا تقفل حتى التواصل فتميزوا بما تحملوه في صدوركم فاللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه واذكروا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وشوفكم بعد العيد إن شاء الله يا أخوان يلا سلام الله عليكم أهل السنة أخرجوا الدنيا وزينتها من هذا القلب وأقبلوا على ربكم فالتحيا قلوبكم مع أسمائه وصفاته وأفعاله اعلم أن الموحدة هو أحسن الناس عبادة لربه فدونك يا أخ التوحيد رمضان فأر الله جل وعلا من نفسك خيرا أوصي بهذا نفسي وأوصيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن انتهيت أسجل هذا سريعا هي كالدردشة وسأبقيها كذلك والله مستعان أنا أسجل الآن لعلها تبرأ ذمتي أمام الله في زمن السيولة هذا شباب إخوة التوحيد إخوة العقيدة ما هذا يقول الأستاذ وصلتني اليوم هدية مباركة هدية ماذا مباركة من أرض سلطنة عمان الطيبة مجموعة من كتب سماحة المفتي الدكتور أحمد الخليلي صاحب المواقف الشجاعة في نصرة الحق نعم ينصر حقا هذا ودعمي قضايا المسلمين ثم الأستاذ أفقني الله وإياه لتوبة أرفق صورة هذه الهدايا صورة هذه الكتب فمنها مساء العصرية ومنها الرد على الإلحاد ونحو ذلك لكن المفاجأة أن من ضمنها وفي وسطها كتاب للخليلي يدعو فيه إلى عقيدته شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد والرجل هذا ما عقيدته عقيدة فيها مقالات كفرية ما شاء الله يا سلفي ايش تفعل يا سلفي ايش تروج لكتاب فيها عقيدة كفرية أوصلنا إلى هذا الحد وتنضي الأيام وهناك من الإخوة ينكرون عليك في التعليقات ولا حياة لمن تنادي إخوانك إخوانك من المشايخ ألا يناصحونك أما بقي إلا أنا أضع هذا في مقطعي وأقول يا أستاذ استيقظ وأحذر متابعيك أن هذا الكتاب حوى كفرا أعوذ بالله أكاد أن فجر غيظة ما الذي جرى لنا وأنا أثناء الكلام على الشاشة سأشير إلى هذه المواضع الكارثية والتي دونها الخليدي في هذا الكتاب وعلى فكرة هذه وضعها له الإخوة في التعليقات لكن دون أي استجابة وهو الذي جعلني أعلن هذا الإنكار لعله الآن يتنبه سترى الآن تجاهما وإنكارا لرؤية الله جل وعلا وقولا بخلق القرآن الصريح ونفيا لعلو الله جل وعلا صريح وإنكارا للصراط وإنكارا للميزان في الآخرة ينشره هكذا سلفي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم كلام ككلام الخوارج في أمر العصاة وغمز وطعن في بعض الصحابة كل هذا لا ينتبه إليه الأستاذ ويروج لهذا الكتاب وأنا سأحاول أن أبقى هادئا سأحاول أن أبقى هادئا طيب اعلموا بارك الله فيكم أني والذي نفسي بيده لن أسكت بعد الآن كنت أغض الطرف هنا وهناك وأقول لعل المشايخ لم ينتبهوا لعل فلان المتصدر وعلان المتصدر بسبب حصول خصومات بينه وبين آخرين جعله يتكلم بلا كبير تدقيق وضبط لما ينشره وهذا يحصل عند الشلاد الخصومة لذلك كنت أغض الطرف أن يصل الحال لأحمد الخليلي الذي باتفاقنا جميعا مقالته كفرية باتفاقنا جميعا هو داعية إلى هذه العقيدة الكفرية باتفاقنا جميعا هو صنف ويصنف في التدليل على هذه العقيدة الكفرية باتفاقنا جميعا هو ناظر دون هذه العقيدة الكفرية باتفاقنا جميعا يعد اليوم أكبر رأس وصاحب منصب يسخر منصبه لنصرة هذه العقائد الجهمية الصريحة وكفالة دعاتها ودعمهم ونشر مؤلفاتهم وكتبهم أن يصل الحال عند هذا الرجل فيوصف بهذه الأوصاف ويحمد بل يصل الحال أن نروج للكتب التي حوت هذه الطوام العقدية هو من أجل ماذا؟ عشان تغريدا في دعم فلسطين؟ عشان القرضاوي جعله نائبا له؟ من أجل ماذا كل هذا؟ عشان وصلتك عشرة كتب هدية فكيف ستفعل إذا شري لك بيت وسيارة؟ هم هكذا أهل الحق؟ هو هكذا ثبات أهل الحق على عقيدتهم؟ يميع بهدية؟ من أجل ماذا كل هذا التلميع؟ أشأله كتاب ولا بعض الأبحاث في الرد على العلمانية والإلحاد كتب عادية متوسطة فما الحاجة والضرورة للترويج له؟ إخوانك أولى بهذا هناك مغمرون من أهل السنة أعلم وأتقن لهذه الأبواب وأكثر نصرة لقضايا المسلمين التي على رأسها عقيدة الإسلام يدعون للعقيدة الصافية التي يفسجها هذا فلماذا الترويج له؟ لسنا بحاجة لأهل بدع فضلنا أصحاب البدع الكفرية لا حاجة ولا ضرورة للترويج له حتى في شأن فلسطين إن كان يقول كلمة حق في قضية فلسطين فإنه يقول عشرات الكلمات الباطلة في عقيدة الإسلام فحتى في منظور المصلح الشرعية أنا أحتاج أن نروج لمن هكذا حاله ما لكم؟ أنا أريد أن أفهم أنا الآن أتساءل ما الحاجة والضرورة للترويج له أفهموني كيف استقام هذا في عقولكم؟ اشرحوا لي أنت حينما تفتح المجال لأهل البدع مرة أخرى وتعظمهم وتذكر الناس بهم بعد أن ضعفت منابيرهم وانفضى الناس عنهم أنت بهذا تضيع نصرك تضيع الفرصة تضيع الفرصة التي بذلت فيها جهود كبيرة لمشايقنا طيلة العقود الماضية من مناظرات وصبر وثبات ورد وتأليف وتصنيف وتحقيق كتب وكان الهدف واحد التصدي للبدع وأهلها كانت الغاية أن لا يكون الناس إلا على السنة وإلا على السلفية لأنها دعوة الحق لأنها الإسلام والآن بعد أن انتشرت هذه الدعوة بعد أن آن أوان أن تقطف الثمرة وتعلو السنة وتعلو السلفية هذا المذهب الحق ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعلو هذا على كل منحرف ومبتدع يأتي من هم من أبناء الدعوة السلفية من المنتسبين للسنة والسلف والصحابة ويضيع هذه الفرصة ما هذا؟ ثم أنت أخي اجلس مع نفسك أعقل الأمر تريد وحدة الصف؟ حمد لله نعم كلنا نريد ذلك لكن اجلس مع نفسك أعقل الأمر أنت بهذا ستحدث خلافا في الصف السلفي أم تظن أن كل من معك في صفك الآن سيسلمون لك بهذه الميوع أبدا الواقع أن منهم من سيذوب معك ومنهم من سينكر عليك يعني بهذه الميوع ستحدث انقساما جديدا ذوبانك هذا سيحدث خلافا جديدا فعقل الأمر أنت ستجازى بنقيض ما قصدت من وحدة الصف لكن أين هي عقولكم؟ وأنت أخي حتى تفهم لماذا أنا أكاد أنفجر غيظا أريدك فقط أن تقرأ التعليقات حينما يثنع على هذا الرجل انظر كيف يتكلم شباب المسلمين انظر كيف يتكلم نشأ أهل السنة انظر كيف يفكر جيل المستقبل لتفهم حجم الذوبان والسيولة التي سنعيشها إلا أن يشاء الله للتو خرجنا من هاشتاغ الخليلي يمثلني ادخل الهاشتاغ وانظر أهل السنة كيف يدعمون هذا الرجل ادخل هذا الهاشتاغ لتفهم أن هناك شيء خطأ هناك سيولة غير مفهومة هناك اعتزاز بالعقيدة السلفية واستعلاء مفقود استعلاء مفقود اعوذ بالله انا اشهد انه ذكي هو اعلاميا هو ذكي جدا هو يعلم ما يفعل وعلى ماذا يدندن هو يبدو علم وكشفها كيف يستجلب مدح بعض المتصدرين له كيف يكون هذه الهالة من حوله كيف تزور واحد اباضي مسألة اباضي اباضي ايه يا ريت كل الناس اباضية يا ريت كل الناس اباضين اذا كل الاباضين مثل الشيخ عمد الخليلي فكلنا اباضيين ونتمنى ان تكون كلك اباضي ونتمنى ان المسلمين كلهم يكونوا اباضية اذا الاباضيين مثل الشيخ عمد الخليلي اذا الاباضي او الفكر الاباضي سيجعلك قوي في الحق كما الشيخ عمد الخليلي كونوا اباضيين كونوا اباضيين الله اكبر مثل هذا الشخص المشهور الان من سيرد عليه هل ستردون عليه يا من لمعته من خليلي ردوا عليه ارونه ام هي ثورة على السلف في موضوع البدعي واهلها مجرد تساؤل مجرد تساؤل لان هذه الاشارات والعلامات لا تبشر بخير هدانا الله وإياكم هدانا الله وإياكم ربما أسلوبي تعتبرونه شديد وغليد ربما تماديت في بعض الألفاظ معلش أخي انظر إلى لب الموضوع معلش فكر فيه ما الذي يحصل لنا هكذا كان حالنا قبل عشرين عاما هكذا كان حال المتصدرين ودعاة السلفية قبل عشرين عاما أو ثلاثين عاما تظن أن هذا الحال في التعامل مع البدعة وأهلها هو الحال الذي كان عليه ابن تيمية وابن القيم تظن أن هذا الحال في التعامل مع البدعة وأهلها هو الحال الذي كان يتعامل به السلف الكرام أتظن ذلك حقا إن كنت تظن هذا خدعوك خدعوك هذا زمن السيولة بامتياز إن كان البيت الإبراهيمي رمز للذوبان الخارجي فنحن نشهد بوادر ذوبان داخلي داخل الإسلام نشهد بوادر ذوبان تجمع السنة والبدعة تحت سقف واحد حتى يتهيأوا للذوبان الخارجي أي سذاجة نحن فيها إذا كنتم تذوبون فأنا والله لن أسكت بعد اليوم ديانة لن أسكت غفر الله لي ولكم غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته